صفوف النادي الاهلي ان شاء الله شبه مكتملة قبل مبارات القمة عمام نادي الزمالك يوم السبت القادم رؤية فنية هتكون لريني فيلر يقدر يشوف بقى العناصر التشارك في هذه المباراة والحمد لله نقدر نقول عندنا فرقتين بش فرقة واحدة نمسك الخشب الحمد لله فرقة النادي الاهلي السنادي فيها امكانيات وفيها لعبين الععلى مستوى بنتكلم في مركز واحد فيه عندك تلات لعيبة تبقى محتار تبدأ بمين عندك افشا محمد محمود عندك سلاح جمعة عندك كمان وليد سليمان عندك في الاطراف في احمد الشيخ في جيرالدو في جونير اجايف في حسين الشحات رمضان صبحي في رأس الحرب عندك سلاح محصن عندك وليد ازارو نص الملعب حمد فتحي يعني حمد فتحي احنا بنعتبر السنة دي ان شاء الله هتكون انطلاقة وبداية قوي جدا لحمد فتحي مع النادي الاهلي والمنتخب الوطن ايضا في المرحلة اللي جاية حسام عشور كابتن الفريق اليو ديانج الدبابة نجم خط وسط منتخب بمالي في وسط النادي الاهلي ايضا كمان عمر السلية نجم كبير ان شاء الله بإذن الله يكون جاهز للمباراة القمة خط الدفاع ممكن غياب محمود متولي لكن في ياسر ابراهيم رمي ربيع ايمن اشرف يعني كل لعبة ان شاء الله سعد السمير ايضا كمان حمد الله على السلامة بعد الاصابة طويلة جدا ان شاء الله يكون موجود في المراحل الجاية خط الدفاع لناحية اليومنا احمد فتحي ايضا كمان عندك محمد هاني علي معلول محمود وحيد قرامي علي لطف الشناوي الحمد للفرقة كلها يكون جاهزة لمباراة القمة اختم بخبر مهم جدا متعلق بتصريح للكابتن نادر شوقي رئيس الشركة المسؤول عن ادارة نادي الجونة في الفترة الحالية قال النهاردة تصريح مهم جدا قال الجونة مستعد لاستضافة القمة وهذا طلبنا حال تأجيلها في تصريحات للكابتن نادر شوقي رئيس الشركة المسؤول عن ادارة نادي الجونة قال انه بيرفض مواجهة الاهلي الاسبوع المقبل حال تم تأجيل مباراة القمة وعرب نادر شوقي فكرة اقامة مباراة القمة حال كانت الازمة في ملعب المباراة وقال نادر شوقي في تصريحاته اطالب بتأجيل مباراةنا امام الاهلي وتغيير موعد مواجهتنا امام فريق افسي مصر الى يوم تسعة عشر اذا تم تأجيل مباراة القمة واضاف لماذا تكون هناك افضلية للاهلي بالراحة اسبوع اكثر مع ضغط مباراةنا وارهاق لاعبين من التوقف الدولي لدينا خمس لاعبين في المنتخب الولمبي وعن عرضه اوضح نادر شوقي اذا تم اتخاذ قرار نهائي بتأجيل مباراة القمة نطالب ان تقام مباراتنا امام فريق افسي مصر يوم تسعتاشر من اجل الحصول على القدر من الراحة في ظل عودة اللاعبين من المنتخب الولمبي وتم تأجيل مواجهتنا مع النادي الاهلي اللي موعد لاحق في الفترة القادمة نادر جونة عنده مباراة مع نادي افسي مصر بعد غد ان شاء الله عصر الخميس ضمن مباراة الجولة الرابعة من الدور المصر نادر شوق بصفته رئيس الشركة المسؤول عن ادارة نادر جونة في حال تأجيل مباراة القمة وطبعا ده يعني بنسبة كبيرة طبعا مش هيحصل يعني في حال تأجيل المباراة قال بدل ملعب الخميس تبقى لعب السبت عشان يكونوا في مساحة زمنية قويسة اقدر لعبت اللي كانوا في المنتخب الولمبي وحوالي خمس لعبين ياخدوا مساحة زمنية قويسة في الراحة وفي نفس الوقت اخد نفس المساحة الزمنية لما جاء لعب النادي الاهلي بعدها بخمسة ايام بعد يوم تسعة تاشر وقال اتكلم بقى عن فكرة الصفر من القاهرة ثم العودة للجونة ثم العودة للجونة مرة اخرى عشان يلعب مباراة النادي الاهلي بعد المباراتين القادماتين قال الموسم الماضي مش عايزين نتقرر نفس اللي حصل في الموسم الماضي ولازم المسابقة يكون فيها عدل وتكافؤ فرص منذ بدايتها طبعا من المقارر النادي الجونة يا صديفي النادي الاهلي يوم 23 اكتوب الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة هتكون مباراة على ملعب نادي الجونة الساعة خمسة ونص خاصة ان ملعب نادي الجونة خلاص اصبح من الملاعب المضاقة وفيها اضواء كاشفة فما فيش مشكلة فكرة ان المباراة تقام في الفترة المسائية او في فترة بعد الظاهرة عكس الظروف اللي كان فيها النادي الاهلي ملاعب نادي اسوان ساعة ثلاثة العصر في اسوان في درجة حرارة اكتر من حوالي 45 درجة موية ورطوبة عالية جدا كمان نادر شاوي في تصريحه قال عن رفض بعض الملاعب استضافة المباراة هو بتكلم هنا عن مباراة القمة يعني قال نادر شاوي والتصريح على لسانه اذا كان هناك مشكلة في الملاعب مستعدون لستضافة مباراة القمة على ملعب نادي الجونة وشدد ملعب الجونة استضافة مباراة القمة قبل ذلك اكتر من مرة والان وضع الملعب افضل وهناك اضواء كاشفة ولا توجد اي مشكلة من الناحية الامنية اذا كانت تلك الازمة اتمنى ان يخاطبنا اتحاد القرى من اجل استضافة المباراة ونحن مستعدون لذلك واتم نادر شاوي تصريحاته هذا ليس حق فريق الجونة فقط ولكنه حق كل الاندية الاخرى لماذا يتم ضغط الفرق وتعطي فريقي الاهل والزمالك افضلية طبعا وكل واحد بيتكلم عن مصلحة فريقه وبيتكلم عن الموسم السنة دي خايف من البداية ان يتقرر نفس اللي حصل السنة اللي فادت فمن مجرد بس ما فيه كلام طلع او تسريبات ليست تصريحات رسمية وليست معلومة رسمية هي معلومة قيلة لهدف ما يعني الناس هتعرف اسبابها خلال الساعة الجاية لما تعرف المباراة راح يتبرج العرب ليه لكن بشكل عام يعني كلام نادر شاوي رايح في سكة ان ان اي فرصة لتأجيل اي مباراة او ناقل مباراة من ملعب لاخر لازم كل اندية تتكاتف لإقامة المسابقة وان الكل يكون جاهز ان يستضيف المباراة في الفترة الجاية وان الكل يكون على تم الاستعداد لاستضافة مباراة الفترة الجاية عشان ما يكونش فيه فرصة لتأجيل اي مباراة او تأخير اي مباراة او ترحيل اي مباراة من ملعب لاخر فكرة تصريحات نادر شاوي احنا حاولنا ان يكون معانا نادر على التليفون عشان نعرف منه التفاصيل والاسباب اللي دعت لي هذا التصريح لكن هو عايز اوصل في النهاية انه مش عايز يقرر نفس اللي حصل الموسم الماضي ان كان موسم استثناء نتيجة تأجيل مباراة او ترحيل مباراة من ملعب لاخر هي دي وجهة نظره في تصريحاته وفيه حتى ان دي اخرى تكلمت في تصريحاتها ان لو فيه تأجيل اي مباراة التانية هتتأجل فالكل واضح من البداية كده ان عايز الدوري يكون منتظم وان الدوري يكون بموعيد سبتة وما يكونش فيه تأجيل لاي مباراة باي حال من الاحوال واذا كانت هناك فرصة لنقل مباراة من ملعب لاخر لظرف امن ما الكل ما عندوش اي مانع بس بشرط المباراة قام في موعدها وان ما فيش مشكلة مباراة تتنقل من ملعب لملعب اخرى طالما المباراة هتتلعب في توقيتها وده مهم جدا عشان الموسم صعب والموسم طويل ولسه عندنا مرحلة دور تاني محدش عارف لسه موعد الدور التاني امتا ومهم جدا واخن نبدأ الموسم ان تكون المباراة كلها في توقيتاتها محددة وملعبها معروفة والموسم يكون موعد وسبتة وما فيش تأجيل لاي مباراة والكل يلعب وان الكل يشارك في المسابقة وايا كانت الظروف اللي انت تعرض لها العب وشارك تحدش يبع عارف ظروف المباراة ايه العب وشارك ايا كانت الظروف اللي عندك العب المهم ان ما فيش اي مباراة تأجل عشان الدور يكون منتظم زي اي دور في العالم والكل دوريات بنشوف كل الدوريات العالم بتتلعب بالثانية الدوريات كلها محسوبة بالثانية بتزبط الساعة على بداية المباراة عشان تبع عارف الساعة ساعة على بداية المباراة تزبط ساعتك على داية المباراة كل دورية العالم كلها مشى بالشكل ده فبالتالي الدور المصر الفترة الجاي محتاجين نحن إن شاء الله نستمر بهذا الشكل في المرحلة اللي جاي دي كانت فقرة الأخبار فقرة الانترو قادر إن كان حاولنا نقرب لكم الصورة شوية بالنسبة للقرى المصرية وما يدور في القرى المصرية وأيضا استعدادات النادي الأهلي لمباراة القمة يوم السبت القادم أمام نادي الزمالك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل في ديافاتنا في الفقرة الحوارية الأولى الكابتن محمد الزياد مدافع نادي الأهلي الأسبق ومدافع نادي إنبي وحديث شامل عن القرى المصرية وأيضا عن مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم